الفريق أول محمد زاكي القائد لعمل القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استقبل أمس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهناء للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وقال لواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة وخلال اللقاء قال الفريق أول محمد زاكي أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية استقبل الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة ورمزا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر ومتمنيا لهم مزيد من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير من جانبه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هم جناح الأمن والاستقرار للأمة المصرية وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويذودان عن مقدساته واستقراره ضاربين بكل ما أوت من قوة كل من تسوي له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من حالة أمنية مستقرة تسهم بشكل فاعل في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية